المجلس الأعلى للبيئة ومجلس أمانة العاصمة وشركة بابكو وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائية الذي أكد عبر منصته أهمية المجال البيئي في تحقيق تنمية مستدامة يتشارك في رسمها جميع فئات المجتمع عبر مشاركتهم في مختلف الأنشطة التي تسهم في الحفاظ على البيئة وبالتالي إظهار الصورة الحقيقية لجمالية البيئة البحرينية فكرة من سمو الشيخ عبد الله بن حمد بن عيسى آل خليفة مثل الشخص سيدي صاحب الجلالة ورئيس المجلس الأعلى للبيئة وكان الهدف منه هو زيادة الوعي المجتمعي وزيادة الوعي داخل مملكة البحرين لأهمية البيئة وكيفية المحافظة عليها حبينا نستعرض فيه كافة الفعاليات اللي احنا بنقوم فيها على مدى الشهر وقالبا ما بتكون فعاليات توعوية وفعاليات ترويجية ومسابقات في جهات مختلفة من البحرين من ضمنها في حملات تنظيف باربار والمالكية حملات توعوية في كثير من الأندية في محاضرات توعوية نحن نريد أن نوضح أن البيئة هي جزء لا يتجزأ من التنمية المستدامة والحفاظ عليها واجب على كل فرد وليس فقط على المؤسسات وهذا هو أحد أهداف التنمية المستدامة اللي هو ماذا يعمل الفرد العادي في تغيير أنماط حياته الاستهلاكية حتى يساهم في الحفاظ على البيئة